بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير لازال عشرات الآلاف من السودانيين يواصلون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم بغرض مواصلة الضغط لتحقيق أهداف الحراك الشعبي وتسليم السلطة للمدنيين رغم كل المحاولات الترغيبية أو الترهيبية لفضه التصريحات والبيانات الصادرة عن القوى السياسية والمدنية المشاركة والداعمة للاعتصام أكدت على مواصلته وتعزيزه حتى تحقيق المطالب المعلنة وعلى رأسها تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات مدنية تتولى الفترة الانتقالية لكن ثمتها واجسة تنتاب المعتصمين بشأن مدى الجدية في تنفيذ تلك المطالب المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن عن قرار إقالة النائب العام ومساعده الأول وإقالة رئيس النيابة العامة ورئيس الجهاز القضائي بالإضافة إلى مدير عام الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون السفير البرطاني في الخرطوم عرفان صديق أشار في حسابه على تويتر إلى أن لقاءه بنائب رئيس المجلس العسكري ليس للتأييد أو منح الشرعية لكن للتأكيد على الخطوات التي تريد بلاده أن يتم اتخاذها لتحسين الوضع في السودان على حد وصفه كذلك طلب توضيحا بشأن مكان وجود البشير وكبار المسؤولين في النظام السابق الخارجية الأمريكية قالت إنها ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الرائية للإرهاب إذا رأت تغييرات جوهرية في حكومته وبعد حدوث انتقال سياسي سلس للسلطة وفي سياق متصل سلم المجلس العسكري الانتقالي رسالة خطية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بشأن التطورات في البلاد متجاهلا الإشارة إلى تهديد المجلس بتجميد عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي في حال لم يسلم السلطة إلى إدارة مدنية خلال 15 يوما